اشتركوا في القناة والشخص ده موجود وحي يا ترى الحلم ده معنى ايه الحلم ده ربما يكون بشارة بطولة عمر الرأي ده طبعا ايه اللمائية اذا لم يكن على هيئة الموت او مرض فاللي يشوف شخص متوفر في الحلم ربما انه هو يعني هاجد مال او خير كتير وحلمه موت شخص حي وعودته الحياة ده بيدل على توبطه النصوح عن المعاصي والكبار وربما يدل على تحقيق امنية في حياته هو كان بيتمنها هذا الشخص الحي رؤية وفاة شخص حي من الاقارب او من اقاربك في المنام ده بيدل على تعطل اعماله وارزاقه رؤية موت شخص معروف وهو ضحك في المنام بيدل على صلاح احواله فاذا كانت في مشاكل في حياة الرأي ده في حياة الشخص اللي انت شفته مات ده يعني والشخص ده كان عنده مشاكل وموم في حياته ده يعني الحلم ده او الرؤية ده بتبشر بزوال الهموم والمشاكل الموجودة فحياته بيدل على الصلاح في دين الرأي واللي شوف انه هو يعني يتوفى على هيئة حسنة في المنام ده بيدل على حسن خاتمته موت شخص والصلاح عليه في المنام ده بيدل على يعني وعز رجل لا قلب له واللي شوف انه هو بيحمل متوفي في الحلم يعني ربما انه هو بيحمل مؤنو يعني رجل لا دين له واللي شوف انه حمل ميت على غير صفة الحمل اللي اموت في المنام ربما انه هو هينال مال حرام اما حلم حمل الميت في جنازة ده بيدل على خدمة السلطان رؤية شخص عاري في المنام بتدل على يعني فقر الشخص ده وسوق حاله واللي شوف انه شخص توفى على فراشه في الحلم ده بيدل على انه هو هينال مكانة ويعني ويعني وشأن عظيم بين الناس لما تشوف شخص تعرفه مات في المنام ده بيدل على بلاء قادم او حزن واللي شوف انه هو سمع صديق يعني الجريب ليه قد مات في الحلم ده بيدل على وصول اخبار سيئة منه والله تعالى اعلى واعلم فحلم موت شخص حي في المنام ربما تدل على نيل خير وفرح يعني لما تشوف ان انت بتبكي على الشخص ده الحي ده ويعني شفت انه همات وبتبكي عليه بدون صوت ده بيبشر ان شاء الله بقرب الفرج بيبشر بالرزق بيبشر بزوال الهم إلا إذا شفت ان انت بتبكي على الشخص ده يعني بلاطم ربما بيدل على سوق سوق الاحوال والفساد في الدين وموت الولدين هم احياء في الحلم ده بيدل على ضيق المعيشة وسوق الاحوال وحلم الاولاد يعني موت الاولاد ده بيدل على انقطاع ذكر الرأي اللي شوف شخص معروف بيموت وهو حي في المنام ربما ان الشخص ده من اقربه او من اهله بيموت واذا كان معه بكاء وصرخ حلم موت الشخص معروف بدون صرخه بكاء ده بيدل على نيل الفرح والسرور وربما يدل على زواج الشخص ده احباب الله لازم نركز كواس جدا في رؤية موت الشخص في الحلم علشان تعرف تفسير الحلم او الرؤية اللي انت شفتها دي ايه فلازم تركز كواس جدا ان الشخص ده يطر الشخص ده عندهم الشكل في حياته يطر الشخص ده اللي انت شفته مات في المنام يطر الشخص ده مريض يطر الشخص ده اه كبير سن لازم تعرف حالة الرأي وتفاصيل الحلم بالزبط علشان تفسر الحلم بالزبط ربنا بصركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤية متعلقة بالموت او الميت في المنام يكتبال نقص في الفيديو واحنا انفسر لكم فاصل وقتا ما تسنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان قناتكم ترسل الجبار قدرونكم من الناس واللقاء في فيديو اخر والسلام عليكم